حدث جديد يؤكد أن أمن الملاحة البحرية مهدد وقد اعترضت البحرية الأمريكية في المياه الدولية في خليج عمان سفينة تحمل أربعين طن من السماد الذي يمكن استخدامه لصناعة المتفجرات وذلك بعد إبحارها من إيران وفق ما أفاد الأسطول الخامس الأمريكي وأوضح أن السفينة كانت على مسار بحري استخدم في الماضي لتهريب الأسلحة إلى ميليشيات الحوثي في اليمن إلى متى ستبقى إيران تهدد الملاحة البحرية ومن يضمن أمن التنقل البحري معنا الآن من واشنطن مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق الجنرال مارك كيمت جنرال كيمت مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار نتحدث عن هذه السفينة سفينة شراعية لا ترفع أي أعلام الأسطول الخامس الأمريكي يقول أنها ضبطة العام الماضي أيضا نفس السفينة في محاولة لتهريب أسلحة إلى اليمن أولا يعني أنها كونها لا ترفع أي علم على ماذا يدل ذلك برأيك قبل كل شيء ما أقرأه في هذا الأمر هو أن الدول التي تحاول تهريب المخدرات والأسلحة إلى اليمن بكل تأكيد لا تريد أن تعرف ولكن من الصعب جدا حينما مثلا يتم احتجاز هذه الأمور فإنه يعرف مصدرها ويتحدث مع الناس الذين يقودون السفينة واليمنيين يمكن أن نحصل على المعلومات التي توضح وتشير بالأصابع مباشرة إلى من يقف وراء ذلك التهريب وبأنها تأتي من إيران هذه المواد التي تم العثور عليها في هذا الاعتراض نتحدث عن 40 طن من سماد اليوريا هذا مكون رئيسي للعبوات الناسفة محلية الصنعة أنت عملت في المنطقة جنرال كامنت وفي العراق تحديدا وهذا ربما كان أحد العناصر المستخدمة حدثنا عن هذه المادة وكيف يمكن استخدامها بالفعل هذه تسمى مواد ذات الاستخدام المزدوج ولكن هي في واقع الحال تستخدم في مسألة المتفجرات بشكل أساسي نعم بكل تأكيد يمكن أن تستعمل لتخصيب الأرض وينبغي أن تستعمل أساسا مثلا فيما نراه يوميا مثلا في الحقول ولكن أيضا لديها قدرات فعالة جدا حينما تمزجها مثلا بالغازولين فإنها تنتج طبعا انفجارا كبيرا إنها خفيفة جدا ورخيصة جدا ويمكن إرسال مكونات صغيرة فيها في حاويات ولكن إذا وضعنا صواعق وغيرها فيمكن أن تنتج قنابل طبعا إنها ربما أفضل طريقة للفقراء وحين يكون هناك أربعون طنا منها فأعتقد بأنها يمكن أن تصنع ثمانية آلاف من المتفجرات التي يمكن استعمالها في أماكن مثل اليمن طيب الآن نتحدث عن هذه المنافذ البحرية جنرال كيميت الآن بشكل أساسي هناك عمليات تهريب سواء مخدرات أو سواء أسلحة أو غيرها من المواد بداية على من تقع المسئولية الأولى في حماية وتأمين هذه المنافذ برأيك الآن طبعا قد وضعنا قوة ملاحية مشتركة هناك 43 دولة في ثلاث مهمات المهمة الأولى هي في العمل داخل الخليج العربي والثانية هي ضد القرصنة والثالثة هي خارج الخليج العربي وذلك لاستكشاف تلك المناطق وتفتيشها أعتقد بأن هذه الحوادث وبشأن الأسلحة أو المخدرات التي عثر عليها أو مواد التخصيب وغيرها فإنها كانت قد التقطت من قبل هذه المهمات وهي أفضل طريقة لوقف كل تجارة غير المشروعة في المنطقة هل هذا فعالا طبعا ربما هذا لا يكفي ولكن طبعا المنطقة خطيرة جدا ولكن أعتقد أن هذه المهام تقوم بعمل جيد ولكن عندما نتحدث عن كل هذه الدول التي أشرت إليها جنرال كيميت التي تساهم في هذا المجهود لحماية وتأمين هذه المنافذ هل من السهولة بمكان القيام بعمليات تهريب واسعة النطاق وإيصال معدات عسكرية خاصة إلى الميليشيات في اليمن هذا سؤال صعب جدا لأننا نعلم ما عثرنا عليه ولكن لا نعرف ما لم نعثر عليه ولكن مثل في تهريب المخدرات مثلا داخل الولايات المتحدة فالمهربون دائما يتوقعون بأنه سيتم التقاط الكثير من المخدرات هم لا يريدون أن تتم كل عملياتهم بنجاح يحاولون على الأقل خمس أو ست عمليات تنجح وهم يعلمون بأن تلك الأربع ربما سيتم القبض عليها إذن عمليات التهريب تشير إلى أننا يمكن أن نقبض عليها كلها ولكن يمكن أن نقبض على كمية كبيرة منها ما الذي يمكن عمله لتعزيز هذه العمليات جنرال كيمت وجعلها أكثر فعالية في الدقيقة المتبقية أود أن أقول بأن هناك فعالية وإذا نظرنا إلى كمية الأسلحة والمخدرات والمتفجرات التي تم القبض عليها فأعدادها كبيرة ولكن الأمر يتطلب الألاف من السفن والألاف من الطائرات ربما تراقب وأيضا المئات من الأشخاص داخل اليمن وخارج ذلك حتى يتم القبض عليهم ولكن أعتقد أننا نقوم بعمل جيد ولكن علينا أن نقوم بأكثر شكرا جزيلا لك الجنرال مارك كيمت مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق كان معنا من واشنطن شكرا جزيلا لك